نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت الأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله وإياك أولدي نرحب أعزائي وشاهدين في أسئلتكم على رقم الواسل الذي يظهر لكم على شاشة معنا شيخنا السؤال التهاعلي يقول ما هو الكتاب المناسب قراءته قبل رمضان للتهيئ إله الحمد لله وصلاة والسلام وعسول الله وعلى الله وصحبه من ولا أما بعد القصدها هنا نريد تجارب الناس ممن فعلا استفاد من أحد الكتب لما قرأها في أحد الرمضانات الماضية ووجد أثره عليه في رمضان حقيقة من باب الدلالة على ذلك نعم ها ها تجارب آدم حبيب الله يقول كتاب ملهم العالم الدكتور عيض القرني يقول كتاب في غاية التفرد وكتاب جميل اللهم عننا عمضان يعني في السيرة النبوية قصد الكتاب في السيرة النبوية وشي من ذلك أنا أتمنى من الأخوة يذكرون وجه الارتباط بينه بالرمضان يعني في ماذا ينفعك في رمضان مثلا لأن مثلا قراءة سيرة النبوية عام في كل السنة وليس خاصة برمضان مثلا وليس أصلا مثلا مقصور عما كان يفعله عسلم في رمضان مثلا هذا الكتاب لا هو في عامة السيرة صلى الله عليه وسلم نعم وأخونا الأثر يقول كتاب شرح لمعة الاعتقاد للشيخ من جبريل رحمه الله وكتاب صفة الصلاة النبية صلى الله عليه وسلم للإمام العلباني رحمه الله اللهم صلى الله عليه يعني هالي أيضا من الكتب العامة ليست خاصة برمضان للتهيئ له أنا لا أدي وجه الارتباط الحقيقة بين لمعة الاعتقاد ورمضان ما أعرف ليته الأخ بين لنا مثلا ممكن في شيء ينبو عنه ما عرفنا يعني ما فهمنا نعم لكن كتاب صفة الصلاة ممكن شيخنا يعني واضح الارتباط لأنه تكثر الصلوات في رمضان وحكام صلى الله عليه قريبا إذا أتى رمضان نجدد لهم صفة الصلاة للناس عاما ويجتمعون وكذا فستفادوا منها كثيرا لكن هذا كدرس من الدروس نعم وهذا أخونا يقول كتاب مجلس شهر رمضان لابن عثيمين رحمه الله جمع فيه مؤلفه بين الإيمانيات والأحكام الفقهية والتاريخ وكذلك كتاب الصيام من ملخص فقه العبادات لندرر الاسطنية لأنه ينبغي على المسلم يتعلم أحكام الصيام قبل دخول الشهر فهو سهل وميسر وكما يقول الشيخ البطاطي وفقه الله هو من كتب البيوت أولا كلا الكتابين اختيار مناسب جدا يعني هذا الكتاب لو مجلس شهر رمضان أصلا شام في هذه الكتب التي صنفت للقراءة على جماعة المسجد هذه الدروس قسمها رحمة الله عليه العلامة الشيخ بن عثيمين ثلاثين مجلسا لثلاثين يوم والكتاب الحقيقة هو من أقدم الكتب صنفت في الباب الشيخ تعنى لها عناية خاصة بها كان يقدم بمقدمات مسجوعة ممتازة يعني فيها براعة الشيخ في التقديمات وكل درس يختار شيء معين موضوع معين بهذه الطريقة وأحكام ويذكر أحكام وآداب وأشياء ويكاد يستوعب في الباب رحمة الله عليه هذا اختيار مناسب ممتاز فحتى لو ما قرأه قبل رمضان إذا قرأه كل يوم المجلس منه ممتاز أيضا يعني يجعله مصاحبا له في كل أيام رمضان أما الثاني فنعم يقرأ قبل رمضان للمعرفة أحكام رمضان أصلا الدرة السنية كل إنتاجها نحن أوصي به لأنه يولدي منتخب وينتزع من أهم الكتب والمصادر الرئيسية مجموعة من أهل العلم الأفاضل المتمكنين في بابهم يحتنون بالصحيح والروايات وتوجيهها وبيان الأحكام وترتيبها يعني ما شاء الله تبارك الله كل ما خرج من الدرة السنية فإنهم يوصى به جملة وتفصيلا والكتاب هذا أصلا تعنى لو حتى يقف عامة الناس على الأحكام تكلم عن المختصر الآلي ذكره جدا مفيد في الباب نعم وأبو نوح يقول كتاب التوبة من تيمي الحراني رحمه الله كتاب التوبة التوبة يعني وجه الارتباط التوبة يحتاج إلىها في طول السنة والتوبة مما لا يؤخر ويتأكد يعني قبل مواسم الخير حتى لا يحرم الإنسان بسبب ذنه دي طيب الله يتبع لنا وعلم جميعنا والخليب بن عبد الله يقول كتابة يصير العلام شرح عمدة الأحكام أيضا هذا في عامة الأحكام الشريعة يخصد كتاب الصيام منه بس نسي يقول طيب لو خصل كتاب الصيام منه لقول صحيح حتى يقف عليه طالب العلم بس هذا طالب علمي ولدي يعني حتى يقف عليه طالب العلم على الأحكام الشرعية وفواد من الأحاديث وشيء من ذلك خاصة لو كان أحد من أئمة مهيات بس يكون طالب علم يريد أن يأتي بخلاصة لجماعة مسيدي فأقرأ عليهم في العصر طيب وعبد الوهابي يقول الميسر في علوم القرآن طباعة محد الشاطبي فهو من كتب السهلة المحررة وش علاقتها يعني علوم القرآن علوم القرآن يتفقى فيما يتعلق بالقرآن نحن نتكلم على الآن وجه العلاقة يعني بين رمضان وبين ما سيقترح من الكتب كونه شهر القرآن يقوم بيقرأ في علوم القرآن طيب الله يتقبل اللؤلؤ المكنونة يقول كتاب الله وأكثر من أخذ يعني يذكر هذا يقول يقرأ قرآن قبر الله هذا أصلا هو يعني سميره في رمضان كاملا قراءة كتاب الله وكلما انتهى يعود كلما انتهى يعود نعم الشهابي يقول كتب في السير لله تعالى مثل كتاب الإكسير ليس شير فيه في عمال القلوب هذا اللي يخرج مختصر من كتاب مداج السير عرفته عرفته أصلا هذا أيضا ترى ليس خاصة من رمضان خاصة أتكلم عن أشياء كثيرة يعني فيه من أعمال القلوب وغيرها والكتاب عام يعني ليس خاصة برمضان أصلا كل ما يتعلق بأعمال القلوب نحوه ليس خاصة برمضان عاد باقي مشاركات؟ باقي نعم باسة اللي تقول كتاب عقود الجمان في دروس شهر رمضان الشيخ سعد الختلان وفقه الله هذا طيب الآن عندنا ترى مجموعة من الكتب صنفت أصلا خاصة برمضان يعني كمجالس كقراءات دروس أشياء تجدها على ثلاثين منيس بهذه الطريقة مقسمة في الباب عندنا مجموعة ممتازة في هذا الباب لكن الواحد ينتقي وجيد من الحسن جدا أن الإنسان كل رمضان يقرأ كتاب من هذه الكتب أو كتابين فيأتي بعد فترة جملة طويلة ما شاء الله من الكتب قراها جردها من أول إلى آخرة ستعلق برمضان وقتها يعرف ماذا الذي يحتاج إليه ما الغزير في العلم بهذه الطريقة الأساليفة وتقسيماتها ممتازة أيضا عندنا جملة من من صنفوا في أحكام الصيام خاصة وهؤلاء يعني هذا كمان لو يقرأ كل رمضان في كتاب من هذه الكتب سيأتي بعد ذلك يعرف أيها يحتاج إلى إعادة ونفعه جدا في رمضان كذلك بعض ما يتعلق بالحث على قراءة القرآن هدي السلس في قراءة القرآن في رمضان ماذا يفعل الختمات في رمضان طريقة قراءة في رمضان بهذه الطريقة كذلك ينتقي من التفاسير مثلا ما يحسن أن يراجعوا أو يختموا في رمضان فيجعل يقرأوا التفسير أمامه مثل المختصرات المشهورة المعروفة عندنا وسبق أن نعرفنا بمجموعة منها أيضا طيب لو صاحبه طول رمضان خاصة أن بعضها إفاداتها في نفس الصفحة ما تأخذ منه وقت فينتهي ما شاء الله له أن ينتهي من قراءة القرآن وينتهي معها أيضا بيان المعاني والإفادات التي فيها مختصرا نعم آخر مشاركة آخر مشاركة ساني بن موارك يقول كتاب المدهش لابن الجوزي رحمه الله ما حتى تضل هذا المدهش كيف؟ شيخ لأنه كتاب يعني مليء بالمواعظ فيرقي قلبه في رمضان فيعينه على الخشوع إن شاء الله أنه هذا السلسلة لا تكون صحيح لكن أيضا ابن الجوزي رحمه الله قلمه عالي ولدي وتعرف أنه كلامه مسجوع كثيرا يركض على هذا ومواعظه ليست خاصة رمضان يعني هو مواعظه عامة أصلا كانت موجودة بهذه الطريقة يعني وليس هذا الكتاب له لوحده في هذا الباب له كتب كثيرة في هذا الباب وعمو الرقائق والمواعظ وكتب الزهد ونحو أو حتى كتب الآداب طرحها كثيرة في الباب نحن كلامنا شيء وهيئك رمضان يحثك يقوي نيتك يجدد عزيمتك بهذه الطريقة يشجعك على الأعمال الطائلة الصالح وليس أحد ذكر قيام الليل وليس أحد ذكر مثلا شيء من قيام الليل وشيء إنه هذا مهم معرفة بعض الأحكام متعلقة به كيف يكون بهذه الطريقة الصلاة الألباني أداب الصيام محظورات الصيام المتعلق بها هذه مهمة جدا لتفاتي لها نحو بعض النوازي المعاصرة خاصة إذا كان يحتاج لها مثل الإبر والقطء التحليل ما يأخذ من الدم وأشياء أو بعض عندهم أمراض معينة إما مجمنة أو لا يعني طيب يقفوا على شيء من هذه الأشياء حتى يعرفوا أحكامنا وصلاة توفيق للجميع نبدأ بسم الله هذا يا ولدي عبارة عن يعني فكرة جاءت لصاحبها صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصفر بن معروف بن محمد العميري الهذلي هو أصلاً هذلي من قبيلة هذيل المعروفة طيبة الذكر وعريقة النسب هو يقول جاء ما استشهد به علماء التفسير في تفاسيرهم من شعر هذيل يقول شعر هذيل كان منتشر عند العرب وله إفادات عالية وكان بعض العلماء يستنفطوا وقال ولهجتهم في الغريب كثيرة موجودة في القرآن وبعض والصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى بيان بعض معاني الغريب في القرآن ترى عرفوه من طريقة من لغة هذيل وذكر عمر بن خطاب كان عن ممبر سأل الناس الناس من يعرف ما معنى أو يأخذهم على تخوخ ما معنى التخوخ معرفة فقام له رجل من هذيل وبين أن التخوخ معنى التنقص ابن عباس كان رضي الله عنه أو عنهما كان أيضا له عناية بلغة هذيل جدا جاءه رجل قال له ما فعل فلان قال مات قال مات فلان وترك وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء قال ابن عباس التفت بعدين قال الوراء هو ولد الولد وثم قرأ قال الله عز وجل فبشرناه بإسحاق هم بعد إسحاق أم ورائز حق يا عقوب ومعنى هو ولد الولد يعني الحفيد يعني فبدأ يعني يذكر بعض ما أثر عن الصحابة من رجوعهم للغة هذيل لأجل استكشاف بعض المعاني والغريب الوارد في القرآن يقول وهذا كثير وليس بالقليل فجاء هو الذي حثوا على هذا أن استشهاد علماء التفسير ببيان بعض الغريب الذي أو اللغة أو بعد توجيه القراءات في القرآن رجعوا إلى أشعار هذيل وبيّنوا فيها المعاني المورودة بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصفر بن معروف بن محمد العمير الهدلي جاء وانتقى 101 من الشواهد من أشعار هذيل ولغة هذيل مما استشهد بها علماء التفسير كالقرطبي وغير يعني وذل مخشير وغير واستشهدوا بلغتهم على بيان معنى الغريب الوارد في الآية وسمى كتابه شواهد المفسرين بأشعار الهدليين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مصفر ابن معروف بن محمد العمير الهدلي وفقه الله قسم كتابه إلى كتابه إلى إلى قسمين القسم الأول جعلوا تعريفهم بقبيلة هذيل ومكانتها ومرابعها وماكنها وانتشارهم وأنسابهم وشمد قليل عشر صفحات تقريبا القسم الثاني وهو الطويل جاء وقسم الشواهد على الطريقة التالية هذا عشان يباني للإخوة شوفوا يا أخوة أولا يعطي رقم للشاهد تسلسلي هذا شاهد رغم كذا ثم يذكر صاحب البيت المستشهد به يقول هو فلان فإذا ذكره يعرف به يذكر به من هو يعرف به ثم يأتي بالبيت الذي استشد به علماء التفسير فيذكر بعد ذلك والشرح يشرح شرحا إجماليا طبعا هنا يوثق البيت تحت يوثق البيت ومن أي قصيدة حيث يذكر ما قبل البيت وما بعدهم ويوثق يعزو من هو طبعا أكثر ما اعتمد عليه كتاب أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري وهو كتاب ضخم ثلاثة مجلدات كبيرة يا ولدي الشرح شرح أشعار الهذليين وهو كتاب جلين ونفيس جدا غاية ويعزو إلى غيري أيضا لكن هذا هو الأصل ثم بعد ذلك يذكر من العلماء من استشهد بالبيت قال الطبري هذا الطبري محل استشهاد من استشهد من المفسرين الطبري القرط بأي مكان ثم بعد ذلك يأتي لك باللفظة الذي هو الغريب الذي كشف عن معناه من طريق أشعار الهذليين وضحت الفكرة جميلة جدا الكتاب كله على هذا المنوال بهذه الطريقة الواضحة السهلة أتمنى منه لأنه يقول لما استوعب يا ليته استوعب لأنه مدام بدأ المشوار يعني إيش عجله يبدأ يقرأ الكتب الفلانية الفلانية حتى يستوعب ما عند المفسرين منها فيأتينا بهذه الإفادات فيكون عندنا مرجع وهو يقول أصلا جماعته لتكون مرجعا للدارسين فيما بعد ليستخرجوا من أشعار هذين أشياء بلاغية وإفادات أخرى وفقوا الله الكتاب الكتاب صراحة ما نداره بطباعة المؤلف ولي بغير يتواصل معه شيخنا هل خص تفسير معينة أم هو عام لا لا ما حصل ما حصل تفسير يقول هذا انتقاهه كجمع أول أتمنى يعود إن شاء الله ويسترسل في الباقي ويستقرئ هذا سلمك الله بحث صاحبه وهو أخور الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحليم متدبر الجزائري وله تمكن في علم الحديث جاء إلى قضية معينة القضية ما هي قال إنه قد لمز أئمة الحديث ونقاده في القرون الأولى المفضلة بأن عنايتهم انصبت على الأحاديث المرفوعة فقط وأما الأحاديث الموقوفة على الصحابة أو الموروية عن التابعين يسمىها المقطوع يقولون هاي شوف الدعوة الآن أنهم لم يلتفتوا إليها بنقد إطلاقا فكل ما جعلوه من مسالك النقد عندهم إنما صبوه على المرفوع من الحديث النبي عليه السلام دون الموقوف والمقطوع وضحت هذا البحث أقامه لإبطال هذه الدعوة وأن أئمة الحديث رحمه الله كما أعلو المرفوعات أعلو الموقوفات والمقطوعات وكل القواعد التي أعملوها في المرفوع أعملوها أيضا في المرفوع الموقوف والمقطوع وسمى بحثه منهج المحدثين في نقد الروايات الموقوفة والمقطوعة شوف عرض ونقد لكلام المحدثين المتقدمين إلى القرن يعني إلى حد القرن الخامس فقط وقفه يقول إلى البيهق يوقفه ومن قبله كثير والحقيقة هذا الكتاب متعوب عليه تعنى له غاية ويجمع الروايات الموقوفة والمقطوعة يعني للتابعين أيضا من كثير تخيل من كتب الطبقات والتراجم والسؤالات ومن كتب المصنفات المصنفة بشيء وغير اللي اعتنت بهذا الجانب حتى رجع إلى كتب الاحتقاد وأخرج مقالات الصحابة يعني ما شاء الله تبارك الله توسع في ذلك قسمه إلى ثلاثة أقسام كبيرة جعلها أبواب الكتاب الكبيرة الباب الأول خصله بنقد أئمة الحديث لموقوفة مقطوعات في جانب الرواة يعني ما ذكروه من قواعد الإعلالي والتصحيح والتضعيف في جانب الرواة جعله بباب الأول بل هو بعد ما قسم تحته هذا إلى فصول ومباحث وأتى باقتلامهم ورحل هذه شوفها هذه تحت كل باب عرد من الفصول وعدد من المباحث وإنت ماشي طبعا لماذا؟ يا أخي كل قضية ودوسة الوحدة مثلا نقدر إعلاله الموقوفي مثلا المرويات الموقوفة لأجل جهالة الراوي لأجل جهالة العين جهالة الحال لأجل ضعفه قلت ضبطه بهذا الطريق اقتلاطه يعني هذا ما يتعلق من جهة نقد الموقوفات أو المرويات عن طريق المرويات الموقوفة عن طريق نقد الرواه الباب الثاني خاصه بما يتعلق بهذا الباب الثاني والرحل الباب الثاني الثاني ما يتعلق بالسند والكلام عليه اتصاله منقطاعا وتحتوى عن مباحث الثالث عندنا والأخير وهو أطولها الإعلال لأجل العلال الخفية والشدود وشيء من ذلك والمخالفات وتحتوى كل مباحث هو خرج بالنتيجة ممتازة جدا يعني يقول وهو القصد من الدراسة خرج بالنتيجة أن القواعد التي عملها إمة الحديث على المرفوعات أيضا أعملها على الموقوفات والمقطوعات بدون تخفيف بدون تخفيف هذا واحد جاك النتيجة الثانية الثانية ما زعم أنهم تخففوا جدا بالذات في جانب يقول الرغائب والزهد والرقائق وفضايا الأعمال قالوا في الدعوة تقول أنهم ما لتفتوا اطناقا إلى السند المروية عن التابعون والصحابة في الباب يقول ليس كذلك بل اعتنوا بكل المروي عن الصحابة والتابعين بنفس الدرجة التي مرفوعات في كل الأبواب الأحكام والتفسير والعقائد والرقائق والأداب وغيرها داخل في هذا العالم فهو خرج يعني وما اعتمدوا من قواعد في المرفوعات ترى أعملوها في الموقوفات وغيرها والأمثلة ما شاء الله كثيرا حيانا يأتي للأجل المبحث الواحد أو المثال الواحد بتسعة بعشرة ثلاثة عشر مثال يذكراه طيب كل موقوفات شوف مثلا هذا الراوي الفلاني يقول هو فلان والمروية التي رويت له ثم يذكر لك ماذا قال أمة الحديث النقات القدامى قال أبو زرعة قال أبو حاتم قال البخاري قال المديني قال أحمد والتماشي وآخيرا يخرج إلى نتيجة هو يذكراه وهنا الأحالات الكتاب كله على هذا المنوال وأتمنى هو الظاهر أنه هذه ستكون لها تبع يعني معنى صح أظن لها الكتاب أنه سيأتي تباعا له شيء آخر لكنه هو يقول اختصر على مجموعة منها وما اختصر عليها الحقيقة ليس بالقليل لكن ليته يتابع هذه السلسلة حتى يكون عندنا مثل المجموع الكبير في هذا الباب طبعا الكتاب فيه طبعا كبير من أصدارات دار خيال بالجزائر شيخنا هل ذكر حصائيات مثلا من أكثر من تكلم لأمه عن الرويات الموقوف المخطوعة هو ليس يقول أنا ما استقرأت يعني ما تتبعت أن الإحصائيات هطل عندي إذا صار استقراء مع أنه يمكن أن يخرج إحصائيات بموجب ما حصل يقول أنا بحثت كذا كذا رواية والنتيجة كذا كذا حصلت عندي والله يعني بهذه الطريقة لكن لا سأل الله أنه يتم وفقوا الله هذا هو الذي عباره عن رسالة علمية رسالة علمية الدكتوراه نوقشت قديما قبل أكثر من ثلاثين سنة تقريبا وطبعة استفيد منها وكانت في وقتها أصيلة في بابها الأولى في بابها من نوعها وهو فكرة الكتاب أن يتتبع المرويات التي رواها وذكرها الإمام الطبري في تاريخه مما يختص بمعاوية بن أبي الشفيان رضي الله عنهما هذه الفترة لأنه هي فترة تعرف الكلام في معاوية وما قاله وإمة السلف كعبد الله بن بارك وغيره وأن المعاوية رضي الله عنه هو ستر الصحابة ومن كشف ستر وقع فيهم وقوله أن معاوية الكلام في مثل المحنة حصلت من وقع فيه بهذه الطريقة كلام كثير وهو يروى في كتب العقائد أصلا مشهور هذا الكلام هو جاء يقول أن مشكلة المشاكل عندنا أن المرويات التاريخية ما كانت تمحص مثل المرويات التي في كتب السنة خاصة أنهم كانوا على طريقة من أسند فقد أحال وغالبا أطبر نفسه ما كانت تباحة بشيء فحصل فيها أشياء من المنكرات الرواية المنكرة وأشياء بهذه الطريقة وضعت الفكرة يقول خاصة أن أكثر تاريخ بني أموية كتبها العباسيون فحصل فيها من الخلال شيء كثير جدا المقصود هو أخذ هذه الفترة ومعاوي رضي الله عنه أخذ الكلام عنه من تاريخ الطبري واستخرج كل ما يتعلق من هذه الرواية عنه 963 رواية أو من روايات وجعلها في هذه الدراسة التي حصى تكلم عن رجال الطبري تكلم عن موقع هذه الآثار هو بعد هذا بعد أن محص بالكامل جاء جاء وقسمها إلى ستة فصول ثم بدأ يدرس كل إسناد ويقارنها بما رويع في نفس الموضوع في كتب السنة الأصيلة كتب الطبقات كتب التاريخ الأخرى بس على هذا وضحة فكرة سماها مرويات خلافة مرويات خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري دراسة نقدية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والسادة الدكتور خالد بن محمد الغيث الناقد المؤرخ وفقه الله طبعا هذا الكتاب طبعا قديما وهذه طبعا طهر الثانية ولا الثالثة الله أعلم شوفي والذي قسم كتابه إلى ستة فصول كل فصل منها يعني يتناول قضية معينة الفصل الأول خصله بالمرويات الموجودة في تاريخ الطبري عن حياة معاوية من ولادته إلى وفاته رضي الله عنه كلها ويتكلم عنها الثاني خصله ببيعة معاوية ويتكلم فيها عن صلحه مع الحسر بن علي وشيء من ذلك وهذه القضية قضية البيعة نفسها تكلم عنها كاملا عقد له فصل وجمع الروايج تكلم عنها الثالث خصله بموقف الخوارج من بيعة معاوية الرابع خصله بموقف الأمراء أمراء الحاج وغيرها وحتى الأمراء الذين كانوا مع علي رضي الله عنه موقفه من معاوية من هذا الصلح أيضا وقسموا ثلاثة أقسام عموما هذا أمراء الذي كانوا مع علي رضي عنه ثم الفصل الذي بعده خصله لفصل فصل الخامس جعلوا عن مرويات المرويات في طريق الطبري عن جهاد معاوية رضي عنه متى توقف متى بدأ وكيف انتشر الجهاد والسارس عندنا والأخير ما يتعلق ب التهمة التي وجهت إلى معاوية رضي الله عنهم مثل يقالوا أنه سمم بعض الصحابة أنه أراد نقل الكعبة إلى مدريعيش إلى شام مدريعي أسمح رابعا منهم من قال طبعا زياد بن أبي واشكالية كبيرة قضايا يعني قيلت فيه كل من رؤيت طبري وبدأ يدرسها ولهذا قالك دراسة نقدية فيها كثير من النقد وطريقته وفق الله أنه يأتي بهذه الرواية قلت لك يمحصها ويذكر ما فيها شوف مثلا إن شاء الله طمعان مباشرة يجعل لها عنوين قال الطبري ويمضي بعد ذلك ويتكلم على الإسناد صحيح أو لا ويذكر لك طبري لكنه يقول أنا ما استوفيت هذا الكلام لكن القصد أن يجمحها ويتكلم عنها إجمالا كما ترى إن شاء الله يبالي الأخوة يعطيها ترقيم ويتكلم عنها وفق الله الكتاب من إصدارات مركز طروس لنشر التوزيع بالكويت هذا دراسة لطيفة جميلة لكنها غاية واضحة بينة وهي تعطي الإنسان فكرة عنه لو لا أنه لأو كنت أتمنى ألا يحصر في التطبيق دراسة أحد يعني ممن يمثلون هذا التيار لو أنه توسعه أو توسع معه البحث فهو أعلم أن يكتب في ذلك وفقه الله أما العنوان فهو بهذا العنوان التفسير المادي للتاريخ في أحداث القرن الأول للهجري للهجر الهجري دراسة النقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السادة الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله يقول هذه المدرسة الآن النظرة المادية لقراعة التاريخ هذه أحد نتاج المدرسة الإلحادية أصلا والفكرة الإلحادية ماركس هو اللي أنشأ هذه ويقول أنه الكون كله أصلا حول المادة الوضع الاقتصادي عموما حتى يقول الروس تدور داخل فلك المادة سبحان الله العظيم القصدوا ثم هم انقسموا جاء بنبذة تاريخية كيف بدأت النظرة المادية كيف أسس لها للتاريخ وشيء من ذلك وأتى بالفوارق بين هذه النظرة والنظرة الشرعية للتاريخ المبنية على الإيمان بالوحي والإيمان بالله وأقدار الله المصرفة ووضع الأنبياء مع أقوام أشياء كثيرة فواصل الكثيم كـ 15 فارق بين هذه النظرة وهذه النظرة تقريبا ثم مهد بها ثم بدأ بعد ذلك يظهر النبدة التاريخية كيف نشأت النظرة المادية عند أصحاب الاتجاه الشيوعي هذا ثم بعد ذلك أخذ نموذج كتطبيق إلى نموذج أصل في أول كتاب قسم ناس إلى ثلاثة منهم من رفض فكرة تفسير المادي أصلاً لمعرفتهم بعيوبها أصلاً وخلالها ومنهم قسم الثاني أحسن الظن بها وجعلها أحد المسالك والثالث من تبنى الفكرة يكون مثل طا حسين أصلاً هو جال للمسلك الثاني أو الفريق الثاني ممن يحسنون الظن ويعني عميت عنهم المفاسد وانطوت عليهم لجهل بهذه الفكرة أتى بواحد نموذج معنى سبحان الله ما ذكر اسمه لكن ذكر مؤلفاته ومحاضراته التي سمع لها وأشياءه بدأ يستخرج ماذا يقوله ما هي الأشياء الأخطاء التي تذكر في كتبه وشيء في هذه القضية لأنه قال دراسة نقدية كيف ينظرون إلى القرن الأول الهجري من القرن الصحابة رضي الله عنهم وشيء من ذلك الكتاب لطيف في مجموعه وفقه الله الكتاب من أصدارات مركز طروس لنشر التوزيع بكويت أستاذناك شيخ من فاصل نعم فاصل أحزان ومشاهدين ونعود عليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم نتوقوا إلى العلم من نبعه هل تريد تلخيص النصوص لتقربها للقراء أو لتوفر وقتهم وجهدهم إذا أردت ذلك فتعلم فن التلخيص إن للتلخيص مبادئ أساسية يجب أن تراعيها واحد احرص على عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بفكرة الكتاب الأساسية اثنان عليك بالتمييز بين النص الرئيسي والنص الثانوي وذلك من خلال ترتيب الأهم فالمهم ثلاثة تخلص من الاستطرادات والهوامش والأمثلة المتعددة أربعة وازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطغى موضوع على موضوع خمسة راعي التسلسل في عرض الأفكار ستة احرص على صياغة التلخيص بأسلوبك الخاص كيف تعد ملخصك للنشر واحد اعتني بعنوان الملخص اثنان تأكد من أن عدد كلمات الملخص تساوي ربع النص الأصلي أو قريبا منه ثلاثة راجع التلخيص مراجعة شاملة املاء ونحوا وترقيمها ثم سل نفسك بعد التلخيص واحد هل حافظت في ملخصك على جوهر النص الأصلي اثنان هل تضمن الملخص الأفكار الأساسية للكتاب ثلاثة هل خل الملخص من زيادات لا داعي لها أربعة هل يمكنك بعد التلخيص الاستغناء عن الأصل ومع كل هذا حافظ على وضوح الألفاظ والمعاني لتعم الفائدة فإن الله تعالى مدح القرآن بوضوحه فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال حيا هلا بكم متابعين الكرام نجد الترحيل بكم شيخا أهلا وسهلا حياكم الله بجاك نواصل شيخا أنا ما بدأنا من عرض كتب نواصل هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا هو لأنه مؤرخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله أتى إلى قضية معاصرة وسار يبين أن الخلافات العصرية السياسية والحروب إنما منتزعها دائما عقد جيني يعني رغم أنف من عراد إبعاد هذا الجانب عن طبيعة الصراع السياسي والحسكري الموجود سماه الجذور التوراتية للسياسة الغربية أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن محمد الغيث وفقه الله تقدم بمقدمة جميلة جدا فيها أنه كيف ظهرت كيف ظهرت حركة الإصلاح الدين التي ظهرت في أوروبا كيف حصل تاريخيا التوافق بين اليهود والنصارى وهم أصلا على مرة التاريخ متنازعين أصلا والنزع بينهم معروف أيضا وأن كيف حصل مارتن لوثر بعد ذلك الانقلاب وظهور البروتسانتية على يديه وكيف نكله بالكاثوليكية ثم هذا جانب تاريخي مهم للدخول إلى معرفة لماذا حصل هذا الاتحاد بينهم معاصر ثم بدأ يتكلم بعد ذلك الجذور التوراتية للسياسة البريطانية الجذور للسياسة الفرنسية للسياسة الأمريكية وشيء من ذلك آخر شيء دور الحركة الجديدة حق مارتن لوثر البروتسانتية في نشأة اليهود أو دولة اليهود اليوم المعاصرة بحث اللطيف جدا لكنه جميل يعطي فكرة وتوضيح كتاب النصدارات دار الأوراق بجدة هذا سلمك الله بحث جيد جيد يا ولد لأنه يتكلم عن قضايا عن قضايا النيات وعلاقتها بالسلوك والأخلاق ما يتكلم هو يقول الأحكام الشرعية هي الأحكام الفقهية هذه المدوانات الفقه يقول لنا نتعرض لها وأستعنس بعض الخلاصات والنتائج منها لكن ركز تماما أثر النيات على تقويم سلوك المرء وأخلاقه وهذا شيء عظيم جدا سماه منتهى الغايات نظرات في حقيقة النية الأخلاقية ومسالكها وجزاءاتها لأخينا الحبيب بفضيلة الشيخ الدكتور حامد بن أحمد الإقبالي وفقه الله بحثنا ولدي نفيس وبعد كلمة تطرق إلى أشياء أنا شخصيا ما سبقت أنه وقفت أن أحد أفردها بالبحث ما أقول ما أحد أتكلم عنها ما أحد أفردها بالبحث والجمع الجميل بما فيه مقولات وأشياء يحسن ترتيبه قسم كتاب الأربعة من باحث تكلم في المبحوث الأول المفهوم النية الأخلاقية في الإسلام وشيء من ذلك وجعله تحته أحد عشر مطلبا كل مطلب منها فيها قضية من القضايا المعينة الفرق بين كذا والفرق بين كذا إشكالية الإتيام بالأعمال فيها النيات الثاني مسالك النية الأخلاقية في صالح الأعمال أو صالح الأخلاق أو المسالك الحسنة وضروبها وتكلم تحته أحد عشر مطلبا أيضا وهذا فيه أشياء كثيرة مثلا كيف المباحات تقلب إلى يؤجر عليها العبد بالنيات وأشياء من ذلك يعني بواعثها مقاصر التعلم التهيئ لها تنقية الأخلاق بالخوف والرجاء شفوا سبحان الله والتماشي ثم بعد ذلك جاء إلى مسالك النية السيئة النية السيئة وأثرها على القيم والأخلاق وتكلم فيها في خمسة مطالب وتكلم فيها عن الرياء وإرادة السمعة والتشبع والتسميع وإرادة أتع العجب والنفس والتعاظ ما الشيء الفصل الرابع والأخير مآلات كلا النوعين اللي هي النية السيئة والنية الصالحة مآلات وما يتعلق بها عوارض النية الإخلال بشيء قضايا التشريك وأشياء جميلة آخر مطلب كان عندنا وهو مطلب جميل جدا سماه قصور التصور الصوفي في مفهوم النعيم الأخروي وأنا أقول مع أنه ذكر فيه فقط ثلاث صفحات تقريبا وأربعة لكنه ليته توسع فيه أو بالأحرى أنه يحتاج إلى توسع به وإن كان الكتاب اللي سنقرأ الآن سنعرض له علاقة بهذا أيضا لكن الحقيقة ولدي ممتع من جهة التوجيه للأحاديث ولأقوال السلف ولإما في قضايا النيات من ناحية الأخلاق تكلم عن قضايا مهمة جدا مثلا أثر النيات على العلاقات الاجتماعية أثر النيات مثلا على العلاقات الزوجية وكيف تؤثر فيها هذه النيات النية الصالحة أو السيئة في مثل هذه العلاقات الزوجية وغيرها مع ذكر آداب وأخلاق وأشياء تتعلق بها خاصة أيوة أنا قلت لك وري أذكرني بحاجة هذا أيوة الجدول اللي قلت لك عنه أنا صراحة أعجبني لأن فيه اختصار لطول الكلام هذا يا ولدي خلاصة ما سبق وقرره الشيخ المولى في الدكتور أخونا حامد الإقبالي وفقه والله شو هذا الفير جميل المرحلة وعلامة هذه المرحلة ثم الجزاء ماذا يترتب عليه ثم المستوى ما هو مثلا يقول لك المرحلة يمر على الإنسان الهاجس ما هو الهاجس انفتاح الفكرة ثم الخاطر بعده ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم كل واحد يعرف به ما هو علامته ما هو جزاؤه طبعا المستويات كلها تعتبر من الهم العابر إلا الأخير اللي هو الجزم هذا الهم اللي هو الهم الجازم اللي هو العزم اللي هو العزم اللي هو العزم وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز تكوين وفقه الله هذا ولدي بحث النفيس فكرته أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حامد بن أحمد الإقبالي صاحب الكتاب الأول هو أتى الآن من أكثر من يدعى أنهم معتنين بتزكية النفوش والأخلاق وأشياء المتصوفة دمى يعتبروا شعار لهم وهم دائما يعني يعني يحبون مثل هذا الشعار أنهم لأجل الأخلاق والسلوك والنيات وأشياء من هذه هو أتى إلى أحد أعلامهم في القن الرابع وهو العلام أبو نصر الصراج الطوسي وأبو نصر الطوسي هذا المتوفي 378 هو نفسه ألف كتابا مطونا في مراسم التصوف والأخلاق والنيات عندهم والسلوك هو نفسه هو أبو طبعا كتاب كبير ومطبوع عمومة من قديم وطبع حديثة أيضا محققة المقصود بعد ذلك هو أبو نصر ابن السراج الطوسي هو أصلا يعد من القريبين لأهل السنة حتى هو في كتاب يشوف كتاب هو اللمع طبعا كتابه المشهور له محل الدراسة اللمع في التصوف حتى لا يعرف له كتاب آخر طبعا غير هذا الكتاب هو نفسه يقول ومن هم عدون الله في الأرض كده يقول هم أهل الحديث يعني هم أصلا يعدوا قريب جدا من أهل الحديث ولا يعدون من أهل السنة السخاوي يقول وهو على طريقة أهل السنة طبعا هو زاهد عابد نساك كبير جدا حتى سار يعرف بطاوس الفقراء الآن من ما يعرفه الغريب المتصوف لا يعدون متصوفا تخيل يعني السلمي كان معاصر أبو القاسي القشيري طلب العلم على يديه أصلا طلب الفقه طبعا وكان فقيه أيضا ومفتيا والطوسي ومع ذلك لم يعدوه من طبقة المشايخ الصوفي المعتبرين بل لما جاء بعدهم الهجويري في كتاب المشهور المعروف كشف المحجوب لم يعدوا من المعتبرين والسوتر لأنه انتقد أصلا المتصوف في هذا الكتاب كثيرا من خطاياهم ويفعلون فيه وإن كان هو قد لابسه شيء من ذلك وهم كان يعدوا ثقة فيما ينقل عن مشايخ المتصوف الأولين يعني هو تقريبا على طريقة المتصوف الأولين اللي مدحهم مشيخ الإسلام ومدرمين وقال كثيرا على طريقة ودائما يشيد أنه على طريقة الكتاب والسنة واهتداء بالصحابة والسلف الأمة وشيء من ذلك ما يقول له يجعل عدول الله في الأرض الأول من الشهود هم أهل الحديد أصلا بهذا الطريقة أخونا الحبيب إلى المصنفات المطولة عند المتصوفة هو يقول هذا قال بالبعض معده الأول على الطلاق من جاء بعده يعونون عليه وأتى بهذا الكتاب اللي هو ودارسه مدارسة تقويمية بما يتعلق بقضية واحدة وهي قضية التربية والسلوك لأنه هي اللي اعتنبية المتصوفة خاصة بهذا الباب وهو أقام كتابه على هذا اللي هو الطوسي سماه قراءة تربوية في تراث الصوفية المتقدمين أبو نصر السراج الطوسي أنموذجا في كتابه طبعا اللمع في التصوف الحقيقة كتاب ماتع جاد صاحبه طبعا أنا أعجبني الإهدايا والذي شوف الإهداء هذا الإهداء إلى ولدي أوس وجيله يعني جيل أوس ولده عسى ألا يعدلوا بمنهج الدين القويم فكرة طارئة لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إهداء ممتاز فكرة طارئة في التصوف يعني وهو الحقيقة وراجأ كل ما فيه من نقدات ووقفات جاء بها على عرضها على الكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة خاصة في قضايا الاعتقاد والسلوب قسم كتابه إلى فصول الفصل الأول خاصته بترجمة لأبي أبي أبي نصر السراج الطوسي وتكلم عنه وعن فتراته وما فيه والتصوف وكيف نشأ كتابه اللمع الفصل الثاني خاصته بأصول المعرفة عنده وماذا تكلم عنها المعرفة والوجدان والقضايا المتعلقة بها أيضا الفصل الثالث الأسوش التربوية التي قام عليها قوم عليها كتابه اللمع وكيف حصل عنده انتقار الصوفية الأساس العقدية الأساس التعبدي الأساس العقلية الأساس كذا وتكلم عنه مباحث تعتى أيضا ثم الفصل الرابع جعله فيه القيم القيمة الصوفية كما ذكرها الطوسي وكيف عالج هذه القيم وتكلم عنها القيمة كثيرة القيمة الإيمانية القيمة الأخلاقية القيمة الاقتصادية وغيرها الخامس المنهجية البحث عند الطوشي وتكلم عنه وكيف تناول القضايا التي تكلم عنها قضايا الصوف في كتابي مباحث أيضا تحتها ثم تكلم في الفصل الذي بعده وهو السادس ما يتعلق بمقاصر التربية عند الصوفية من خلال كتاب اللمع تكلم عن مفهوم التربية خصائصها ما يتعلق بها والمقاصد التسكية والتهديب واخذ بالعزائم وترك الرخص كل هذا في طرح جميل جدا جدا طبعا هو الفصل السابع صراحة لا يكون له فصل وهي النتائج وخلاصة والخاتبة كما نقول المعروفة في الأبحاث قدم بترجمة حاول يستوعب ما ذكر من كتب التراجب في ترجمته ويقوم من آدى ما وجده في قضايا الترجمة وما نقل عنه لأنه نقل عنه أشياء يعني قال من ما أخذ عليه الكبيرة رواية إلى حديث الموضوعة وذكر كلام ابن حجر وغيره في أنه وكلام الشيخ الإسلامي وغيره أن هؤلاء كان فيهم غافلة في الحديث كانوا ينقولون ولا ما كانوا يعني يتعمدون الكذب موقفهم بعض الأشياء شطحه هو أنتقد كثير مشتعصه في لفر عنده شيء من ذا اهتمامه بالكشف والمنامات هذا شيء موجود عنده أيضا وبعض الملاحظات وهي أيضا دارجة في كل كتب التصوف عموما الكتاب من إصدارات دار نينوى بدمشق هذا سلمك الله كتابه اللطيف جميل صاحبه حاول أن يستوعب كل ما يتعلق بكتاب الرضو المربع من حيث الخدمات الصوتية الكتابية الشروح الحواشي الطبعات منذ أن ألفه صاحبه في الدروس العلمية ماذا ينبغي يهتم به طالب عموما منهجه مصادره في كتابه طالب العموما لا بد يقرأ مثل هذا الكتاب إذا أراد الاستهال من الرضو لأنه مثل المفاتيح العامة للكتاب حتى يكون كاشف له كيف فعل البهوتي من تولى كتابه من بعده كيف سار البهوتي حتى جاء كتابه إلى اليوم وما زال معتمدا حتى اليوم وما زال يدرس ويحفظ وشيء من ذلك سمى كتابه المدخل إلى الروض المربع لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين بن أحمد ابن علي البلوشي وفقه الله كتابه اللطيف الجميل استوعب ما كتبه قبله وزاد أشياء وفيها فوائد أيضا هو أصلا عنده مشروع كبير في شرح الروض المربع على طريقة يقول أنه افترعها وابتكرها ولم تسري عليه الشروح الماضية السابقة وسماها أظن المعين المنبع أو شيء من ذلك في شرح الروض المربع لكن ما خرد منه شيء وواضح أنه بداية المشوار أيضا وفقه الله وسيأتي على الباقي الكتاب قسمه يعني وفقه الله إلى علد من الأبواب والفصول والراحة الفصول أظن هنا في الأخير هذه فصول الكتاب وأبوابه التي أقام عليها كتابه اللي هو المدخل هذا طبعا هذا المدخل عبارة عن مدخل إلى الروض فيه ذكر مثلا ترجمة ترجمة مسور البهوتي كتابه وماذا يعني كيف سار معتمدان والراحة والدي هذا كتاب مؤلفات شيء من ثاني بعد ذلك بعد جاءنا إلى المبحث الثاني نبدأ عن كتاب الروض حاول أن يتكلم عن الروض ومكانته ومصادره وطريقته ومنهجه وشيء من معاوله الثالث وجوه العناية بالروض ممن جاء ممن كتب عليه حواشي وشروح وأشياء أو مختصرات وتخرجات وتعليقات وشيء من ذلك وبعد ذلك تكلم عن معالم منهج البهوتي في الروض وهذا هو مهم لطالب العم يقف على دارس الكتاب وثول أخير المصادر المصطلحة التي استعمل البهوتي في كتابه الرض المربع وفق الله مجلد لطيف من أصدارات داب طيبة الخضراء هذا سلامك الله كتاب بحجم الكف لطيف جدا يعني أراد أن يجمع بين كلام الجويني في الورقات وبين نظم العمريطي للورقات فيجمع بين الأصل النثري وجعله هو الأصل ويتبعه بالأبيات المشاكلة أو الناظمة لما ذكره رحمة الله عليه الجويني للعمريط طبعا فجمع بينه في محل واحد ثم ما يحتاجوا إلى شيء من التوطيح وضحوا اختصر جدا بالعبارة سماه نقش الوريقات بجمع نثر ونظم الورقات طبعا هذا قال للحفاظ لأنه يقول كثير من الحفاظ كانوا يعني يترددون يحفظون نثر كلام الجويني ولا نظم العمريطي هو جوع بينهما حتى يقرأ هذا وهذا يحفظه مع بعض أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين بن أحمد البلوشي وفقوا الله في هذا الكتاب اللطيف جدا الذي قرمط فيه حروف الطباعة بهذه الطريقة أتمنى أنه إن شاء الله يعيد النظر في هذا على كبير شوية يجعل عنوانا العنوان المكان المحل الدراس اللي هي العناوين الموجودة في الورقات يبدأ أولا بنثر الجويني كلامه وهنا بعد ذلك النظم يأتي بالنظم الذي هو محل العمريطي وهكذا دواليك والكتاب المشكول الأولي إلى آخر من إصدارات دار الطيبة الخضراء هذا جمع أربعين حديثا في فضل مسجد الحرام وآدابي وشيء من ذلك وهو له علاقة بهذا الجهة اللي هو المنظمة الرئاسة العامة للحرامين سمه الأربعون في المسجد الحرام أربعون حديثا في فضائل وآداب أحكام مسجد الحرام لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين بن أحمد البلوشي وفقه الله وهي على طريقة الأربعينيات المنتقى انتقاه له كتاب كبير يا ولدي سمه وطر الغمام كبير قرارة مئة حديث أو أكثر لا نسع ما خرج وهذا يدعل عنوان رقما للحديث له عنوان ثم ياتي بالحديث ويكتب هنا شيء من التخريج وأحيانا يبين الغريبة مثل هذا يبين الغريب إذا ذكر شيء من اللفظة الغريبة يحتاج إلى بيان والكتاب جلء اللطيف من إزدارات دار طيبة الخضراء أيضا هذا ولدي بحث لطيف جدا من البحوث المحكمة صاحب وأراد أن يدرس صفات ووظائف الملائكة الذين ينزلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض سمه النجول الملائكي دراسة موضوعية استقرائية لآيات نجول الملائكة في القرآن الكريم طبعا جمع الآيات التي فيها نجول الملائكة إلى أهل الأرض وبدأ يقسمهم على حسب الأغراض والوظائف من أجل نجولهم فبدأ عقد الفصل الأول مهد بوجول ملائكة وصفاتهم وشيء من ذلك هذا قضية معروفة ثم الفصل الأول نجول الملائكة على أهل الإيمان الفصل الثاني نجول الملائكة على أهل الكفر والفصل الثالث نجولهم لأجل إحصاء أعمال العباد وشيء من ذلك وبهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدر أو ابن بدير العتيبي وفقوا الله كتابه اللطيف جمع كل شوف مثلا هذا التمهيد الإيمان بملائكة وصفاتهم هذا الأول مثلا نجول الملائكة فيما يخص بأهل الإيمان بهذه الطريقة لاحظ يبدأ قضية قضية يعني مثلا نجولهم لأجل الوحي وهذا خاصه كان بجبرير عليه السلام فيذكر الآيات التي وردت في باب مثلا ملك الموت جاء نجولهم لقبض الأرواح مثلا يأتي يذكر مثلا ملك الموت بهذه الطريقة طبعا ذكر عددا من الأعمال والوظائف التي وكل بها الملائكة لأجل نجولهم إلى أهل الإيمان ثم أهل الكفر أيضا والعناد مثلهم أخذهم وتعذيبهم وشيء من ذلك وهذه الطريقة والفصل كذلك وهي دراسة لطيفة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم هذا ولدي للأخونا الحبيب فضل الشيخ الشيخ سعد موفي القطاني رحمة الله عليه وكتابه ما إن شاء الله تدعى الله فيه بركة وانتشر وترجم لغات كثيرة جدا شو رح عرضنا الشروح منها شرح المؤلف نفسه المؤلف نفسه لما يتحاف المسلم بشرح حسن المسلم وهو ضخم كبير سبق أننا عرضنا لكن هو نفسه وقف على أربعة من الشروح قبل أن يؤلف كتابه ذكرها ثم قال إن أجملها وأحسنها وأنفسها هو هذا الكتاب الذي سمه صاحبه فتح المنعم في التعليق على حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أما حسن المسلم الشيخ سعيد بن ووفي القطاني أما فتح المنعم الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السبتي ابن العربي غديري الجزائري وفقه الله وطريقته أنه يأتي إلى كل باب هو يقول أن كتابه جعله نقلا لكلام الأئمة أما التوبيبات على ما هي عليه هذا الباب كما هو الأحاديث المروية في الباب كما هي ثم يبدأ بعد ذلك يذكر لك كل عبارة يريد أن يشرحها بين قوسين وحبرة ويبدأ يشرح الشرح هنا نقل لكلام الأئمة والمحققين وماذا قالوا في هذه في بيان المعنى شرح الغريب والتماشي التنبيهات الواردة في كل شو هذا بعد ذلك يبدأ بعد ذلك قوله كذا يشرح قوله كذا ويشرح فالكتاب مليء بالنقولات وما كلام المحققين والكتاب في مجلد ضخم نصدار دار الإمام مالك بالجزائر وفقهم الله هذا سلمك الله كتاب لطيف عبارة عن 143 من وقفات التدبر سمى صاحبه تدبر التلاوة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن حمد القاضي المتوفى عام 1443 هجر رحمه الله عاش مئة سنة ولد عام 1343 وتوفي عام 1400 سنة رحمة الله عليه هو سبحان الله كان شاعر له عناب كتب التاريخ واللغة أواء المؤلفات وكان في الباب له قصيدة ملحمية في تاريخ عنيزة سارت تعرب بالقصيدة العنيزية وكان مشهورا بها أصلا وتنقل في عدد من البلدان والمدن وشيء من ذلك ثم استقر آخر شيء في عنيزة لمؤلة التي ولد فيها وعمره 55 سنة وهناك تفرغ للتصنيف والتأليف فألف تفسيرا مطولا ثم بعد ذلك يعني ألف سبعة كتب تختص بالتفسير وبعضها لا والله في أصول الفقه وشيء من ذلك ثم بعد ذلك جاء إلى أهم مواضع من الآيات تحتاج مجيد تدبر وأخرجها في هذا الكتاب سماها تدبر التلاوة وهي عبارة عن ذكر المتشابهات والفرق بينها ذكر بعض حكم الفروق بين بعض الكلمات وأشياء مما يتعلقوا ببعض الألفاظ وشيء من ذلك يعني وفقه الله وهو ابن المؤلف هذا يقول أول إصدار لوالدنا وسيتابع إن شاء الله الإصدارات الباقية أخرجه وقدم له بترجمة لأبيه رحمة الله عليه وتكلم عن مراحل حياته وكل المؤلفات أين صنفها وألفها وشيء من ذلك ورحمة الله عليه ثم دخل بعد ذلك وجاء إلى كتاب أليه أبي وطريقة في كتاب أبي أنه يعني خدمة والخدمة التالية التصحيح والتصويب شيء كثير الإحالات يعطيها طبعا هو حسب ترتيب الصور أبقى الترتيب على ما هو عليه ثم بعد ذلك يعطي أرقام للفوائد يجعل لها عنوين هذه عنوين العنوان الفاتحة حتى يعرف ما تحتها وهذا كلام والده وغالب والده يبدأ بنقل كلام أهل العلم ثم هو يشرح ويبين المراد بها هذا بعض وثم يضيف بعض الإفادات التي تبينت له من خلال ذكره لمثل هذه الفوائد رحمة الله عليه وهذا يا ولد من الكتب التي تصلح تقرأ في رمضان أيضا لو أن إنسانا صاحب في رمضان ينفح كثيرا خاصا هو ما في السرق القرآن ولا أتى 143 موضعا من الكتاب اللي جعل محل التدبر الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد هذا يا ولدي كم معنا يا ولدي هذا يا ولدي عبارة عن كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن حسن القاضي أراد تصليف الكتاب لأجل بيان فضل الخالات شوف فضل الخالات يقول فضل الأخوال وما كانتهم قد كتب فيها أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بدل الطيار قال الآن هو جاء للخالات وذكر سمه رفع الدرجات في فضل وحقوق الخالات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور آسف الشيخ محمد بن حسن القاضي وفق الله إن شاء الله يشير الدكتور أيضا وأتى بهذا الكتاب بين الخالات وما المراد بالخالة وتعريفها ثم ذكر الخالات في القرآن قال ثلاث مواضع ذكرة الخالات ثم الحديث نبدأ أكثر من 14 و15 حديثا ثم ما يتعلق لها من حقوق وآداب وفضل ومنازل وخاصة تركز في آخر شيء على قضيتين مهم ميراث الخالة لمن كان يورث ذوي الأرحام في حال عدم وجود العصبة والثاني حقية الخالة بالحضانة بعد الأم شيء من ذلك هذا هو خلاصة هذا الكتاب اللطيف وفق الله والكتاب جعله الكتاب طبع في معبر في اليمن ليس له دار ناشر للأسف طبعا هو بعد ذلك كان له مثل المشروع يا ولدي المشروع هذا عبارة عن حاديث أربعين دي حين أحمد يقول يا لهوي هذه أربعين حديثا عنده فكرة تسليف أربعينيات يأتي لموضوعات يجمع فيها أربعين حديثا مما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصحيحين أو غير الصحيحين لما تأتي لغير الصحيحين يأتي من صحاها من العلماء خاصة يعتمد على أحكام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبدأ يصنفها ثم بعد ذلك هو يخرج الحديث يذكر ويبين الغريب ويأتي بخلاصة من كلامها للعلم فيما يتعلق بعض إفادات بهذا الحديث وخاصة يركز على نقل الإجماعات في الباب خالنا نسردها الآن سردن هذا الأول الأربعون المفيدة في التوحيد والعقيدة طبعا كل مؤلفات أخينا الحبيب فطير الشيخ محمد بن حسن القاضي على نفس المنوال يجمع أربعين حديثا في العقيدة هذا واحد اثنين أربعون حديثا في العلم على نفس المنوال أربعون حديثا كذلك ثم بعد ذلك اتحاف الطلاب بأربعين حديثا في الآداب هذه المجموعة الأولى كانت ثم أعقبها بالمجموعة الثانية على نفس المنوال وهذه أربعون حديثا للنساء جاب أهم الحديث يحتاجها النساء في عبادات وخلاق مشيء من ذلك هذه المجموعة الأولى وله هذه أيضا المجموعة الثانية كما ترى هذه بعد ذلك أربعون حديثا سملا الأربعون البهية في الحقوق الزوجية خاصة بما يتعلق بين الزوجين وفيه كجمع لطيف جدا هذا يا ولدي أربعون حديثا في أصول الطب هذا الحقيقي يبدع فكرته حلوة أتى إلى الأحاديث التي تعتبر في بابها أصول طبية أو جوامع في الطب وقد أثنى عليه حتى بعض الأطباء هذا ذكر مقدمة في هذا الباب فكرته ممتازة هذا الكتاب وفقه الله أربعون حديثا في أصول الطب وأما هذا الأخين فهو ثلاثون حديثا رمضانيا لأجل الثلاثون واجعلها أربعين لأجل أن تقرأ أيها ورمضان وطريقة فيها كلها يجعل لكل حديث ترى هذا عنوانا ويذكر الحديث وهنا التخريج وإن كان يحتاج إلى تخريج زيارة ثم بعد ذلك يذكر هنا بعض الملح واللطائف والأحكام وفقه الله هذا سلامك الله أيضا هذا كتابه اللطيف جدا هذا الكتاب هذا رجل مرت عليه مصيبة عظيمة ونجاه الله منها ظل في المصيبة حتى نجاه الله ألف وخمسمائة يوم وهو عبارة عن وجد مرض في الدم لابد من زراعة خلايا جدعية وشيء من ذلك وكانت العملية خطيرة جدا ونسبة النجاح ضئيلة جدا احتاج إلى أن نسافر إلى الخارج أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن سلطان السحباني جاء وقيل تجربته منذ أن اكتشف المرض الذي فيه إلى أن شفاه الله عز وجل ألف وخمسمائة يوم سماها ألف وخمسمائة يوم والقرار الصعب لأنه يحتاج إلى مواقف صعبة لابد فيها القول شوف في الداخل مواقف وعبر من زراعة الخلايا الجدعية الكتاب طبعا لطيف جدا وقراءته ملهمة قسم كتابه لك كسمين الكسم الأول سرد ما وقع له من أول معرفة أنه مريض إلى الرجع ألف وخمسمائة يوم لكن الكسم الثاني فيه استنباط المعالم والفوائد والمواعف التي يحتاج ويقال هو حسب مروره المرضى والأطباء وقسم التمريض والأهل كل موجه له نصاح من واقع تجربته الآن كل واحد يعطيه حسب ما رأى منه وكيف يمكن خاصة ما أحسن فيه كيف يمكن للمريض وأهل المريض يتخطون المواقف الصعبة في حال الأمراض التي هي مزمنة بهذا الطريق تقيل واحد كاد يموت إلى أن شفاه الله تماما خلال ألف وخمسمائة يوم ويحتاج إلى صبر وجلد وفق الله الكتاب وطيفه جدا من أزلارات مطار مدار الوطن للنشر والتوزيع أزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي مشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال